نسب النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأشرف الأنساء هو محمد عليه الصلاة والسلام أي أنه يحمد على كل فعل يفعل أَمُحَمَّد مُحَمَّذٍ قَمْبَ يَا عَنَ تَعْفَيُّةَ وَيَا أَحْمَدُ هُمْدُ عَالَ الْأَرْضِ نى exactement ط�ไمths نظرأة إذاً أَعُمَكَمْدُ عَالَى وَهُوَا أَحْمَدُ نَ اعیدَّ أَمْبَ أَمُحَمَّذُ اَوَا أَوَى هو Dance وَنَ بيعا تَكَلَينَ أَلِنْسُ والْجِنِ نَ آلِي آمَةُ رحمة للعالمين للمسلمين وغير المسلمين ابن عبد الله أبوه عبد الله ابن عبد المطلب جده عبد المطلب ابن هاشم هاشم من قريش قريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا فضل الصلاة والسلام إذن هو ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختار الله سبحانه وتعالى له هذا النسب وهذا الاسم اختاره الله سبحانه وتعالى له لم يسمى أحد ولا يعرف هذا الاسم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم سختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساء أفضل الأماكن مكة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة أفضل الزوجات اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الأمة حتى تكون هذه الأمة أفضل الأمة لا الله سبحانه وتعالى أمام تقولي أمام صلى الله عليه وسلم أفضل شريعة أكمل له الدين كل الشرائع حرفت وغيرت إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكتب القرآن كتب بورا كبير محفوظ رجل من الناس في القديم لا يوجد طباء على الكتب زماني اللي قوة هكونا كuprint فسمع عن الإسلام أكاسكي أكو سنان أو إسلام هو غير مسلم فقال أفكر بعد سنة جاء وأسلم بعد موقع أكادي هل يكون مسلم قالوا لماذا أسلمت أكولي زوك أنينه مسلم لماذا لم تسلم قبل سنة مبونه كسلم قبل هو موقع قال أردت أن أتحقق أن هذا الإسلام هو دين الحق ألي سيما ممي لكوانا تاكو حكيكيشة كما هو إسلام الدين الحق كيف تحققت كما هو أخري حكيكيشة قال ألي سيما هو ذو خط جميل أكونا handwriting مزوري قال كتب ثلاثة نسخ من التورات أكاسما نمياندika كوبيز 3 ثم أدخلتها إلى الأسواق كيشا نكازipeleka سكوني فاشتروها واتو أkanunua فعلمت أن هذا الدين ليس بمحفو فعمد الى الانجيل كتب منه ثلاثة نسخ يقول اشتراها مني فعمد الى القرآن كتب منه ثلاثة نسخ يقول فأدخلتها الى السوق فردوها علي قالوا هذي محرف مزور فعلمت ان دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين المحفوظة الباطية الذي لابد أن يتبع والله أعلم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر